اشتركوا في القناة احياناً البعض بيفكر بالمبادرة كثير من الشباب والبنات خسروا عمرهم بسن مبكر بسبب التدخين واحياناً البعض بيشوف ده ان ده كوبرسن او تباهي يعني مين ما شافش ان مكتوب على علبة السجاير التدخين يؤدي الى الوفاء او لامراض خطيرة ومن خلال موقف انا مرت به بان والدي توفى بسبب التدخين ياريت تسندوني ضغفه جنبي وانحنا نعمل جمعية تحت شعار التدخين يؤدي الى الفراء انا كتباه التدخين يؤدي الى الفراء انا من واحي الفكرة دي حبيت ان انا غني اغنية بس هي ممكن ماكونش قريبة من الموقف قوي بس انا هغنيها لاني عن الفراء والبعد بعيد عنك حياتي عذاب ما تبعدنيش بعيد عنك ماليش غير الدوم وأحباب معها بعيش بعيد عنك غلبني شوق وغلبني غلبني وليل البعد دوبني 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 ومهما البعد حيارني ومهما سهر صهرني لا تول بعدك غيرني ولا الأيام بتبعدني بعيد بعيد عنك لا لوم ولا دم فعلي يا ما خلاش الفراء فيا ما خلاش الفراء فيا نسيت النوم وأحلامه نسيت ليدي وأيامه بين الليل وآلامه وبين الخوف وأوهامه بخف عليك وبخفت إنساني والشوق لي على طول صحاني 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 غلبني شوق وغلبني غلبني غلبني وليل البعد دوبني 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 ومهما البعد حيارني ومهما السهر صهرني لا تول بعدك غيرني ولا الأيام بتبعدني بعيد بعيد عنك في الآخر حب أشكركم ويريت لو عجبتكم الفكرة بتاعتي يريت ساعدوني شكرا أنا بنسبة لدينا اليوم صراحة الحكة تقريبا مش مفهوم يعني واحد بده يعمل كتير جهد تحت يفهم اللفظ يلي عم إنه الكلام تيفهم اللفظ تابعوله سوأول شعلي لازم تعمل تبلش جهد دينا بالحكة لأنه بالنهاية الصوت اللي عم نغني فيه هو اللي عم نحكي فيه ما فينا نفهمها ما عم تغني ما نفهمها ما عم تحكي يعني لازم يكون فيه اوموجينياتي بكل أداء بالإفال إن كان بالحكة أو بالغنى فيها تحافظ على هدوء إذا بده هي وعم تحكي ولكن اللفظ بده يدار لهوزيت وإذا أنا عم بحكي بصوت واطئة أو عالي وفيها تلعب على الانتوناسيون تبع الصوت على الأداء هي وعم تحكي تتقنعنا لو ما بده تعلي صوتها يعني القصة مانة بالباور أو مش بالباور هي بطريقة الانتوناسيون وبطريقة اللفظ أما بالنسبة للغنى فتحة التم وقت اللي عم بتكون بالباور وقت اللي عم بتعطي صوت فورتي لازم يكون مستعمل أحسن يعني اليوم بذات الغنية مطرح عم تفتح تمة مظبوط مطرح ما عم تفتح تمة مظبوط وحتى على ذات المقطع أو على ذات الرينج بقلب الغنية ما فينا نستعمل فتحة التم بشكل عشوائي خصوصا وقت تكون بده تصيب الميديوم هاي يعني الطبقة اللي عالي بالميديوم لأنه هيدا الشي ما بيريح الصوت ونحنا الصوت لازم نسمعه صحي على كل مدى بخلال كل الأغنية مش بمطرح نحسه منيح مطرح أقل وبنسبة للغنى الغنى كان كثير منيح بس أنا بديها تنتبع على صوتها ما بدي بالوقت يكون أحسن من العالي أو مرة منيح مرة مش منيح بالعالي أنا بقول أنه دينا هالجمعة لأنه كانت صاخنة مش عزر يعني ما اشتغلت أبدا 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 بعدين من وقت ما فاتت لهالا هول هنه خلص صرنا نعرف أنه صوتها حلو كل شي حلو بس بدنا شي نتقدم لأنه غيرها عم يتقدم أكتر منها وهي من العناصر القوية دينا يعني إذا بتكمل هيك عليها خطر بدأ تنتبه طيب أنا إذا بدي أحكي عن الموضوع ما في أجاهل بقية الشباب والصبايا اللي شفناه هون اليوم مظبوط ما في أجاهل ما في أتقنعني دينا أنه هي شافت شغلة ليل كتير كتير اللي شفوها اللي هي التدخين لأن فيه إذا فيه سبع مليارات إنسان على الكولار الأرضيين مدري قدي صار عددنا السبع مليارات عم بيحكم بالتدخين وفي شي سبع مليارات جامعية ضد التدخين وفي�� شي سبع مليون واحد بيكسبوا بيسرقوا من العالم المساري بقولوا نحن بنوقف لكونت تدخين وفي ناس ما بوقفوا في ناس بوقفوا ومنعرف كلنا سواء قديش فيه إحصائيات قد يموت ناس كل سنة من التدخين هدي شغلة ما تقنعنا أنه ما حدا هي ليلة اللي انتبهولها وهي بس اللي انتبهت له كان فيها تحكي عن هالموضوع مش مشكلة خصوصا أنه عبتول أنه هي فأدي تباية المدخن كان فيها تروح من هون يعني تفرجينا شيء سبيسيال شوي مثل ما عملت شانتال مليون مرة بالعالم ملايين بينضربوا وهي حكيت شغلة خاصة يعني خاصة مش أنه هي تنضرب بس أنه عملتها خاصة وكأنه هي كان فيها قصة الفراء فرجتنا أنه الفراء وحطة هيدا بوجه مش فنيها وما بعرف لشو حامل وراء يعني ما هي ما قريت شي ولا ولا قالت شي يعني كان فيها تاخد التدخين تاخده يمكن شغلة شخصية تفوت كأنه مريضة استعملت غنية أنه عن الفراء لعبت يعني بما معناه أنه الفراء وغنت بعيد عنك بس ما أثرتنا أنا بفتكر أنه بظن يعني حسب إحساسي أنه هيدا المرور أول مرور اليوم ما أثرني أبدا وما حسيت أنه كموضوع أنه في شي عم يطرح قدامي ما تبنيته يعني هذا الشي ما تبنيته مع أنه أنا ضد التدخين كالشي بس ما تبنيته منها هي يعني بما يختص بصوتها طبعا صوت دينا حلو وطبعا بتغني حلو ومثل ما قالت ماري شفنا هالشي من الأول دينا لازم تعمل شي لازم تنهز لازم تتطور لازم تغني شي تاني لازم تلاقي هيك شي تاني تعملو فشخة يعني خطوة إلى الأمام لحتى نحس أنه دينا عم تاخد مننا شي من اللي عم نقليه على القليلة متل ما البقين عم يعملو أنا رحكون كتير صريحة يعني مش مسموح بسادس إفال ما بعرف سادس خامس سابع إفال يعني هيدا مش مستوى مصد الطريق وخاصة أنه مش مستوى دينا يعني دينا يلي اوكي منعرف أنه صوته حلو وبرجع بكرر الفكرة أنه هاتي كل هاداك الأسبوع حسيت أنه يلي بيعرفوا حالهم صوته حلو أو مأكدين مطمنين من صوته ما معا بيشتغله وأنه متل كأنه خلص تحسين حاصل لا معلش صوته حلو إيه بس أنا ما فهمت شي من يلي قالته يعني إذا فايته تحكي تحكينا تقنعنا وطت صوته ولا أنا عدتني يعني ولا كان فيه طريقة إيجي يعني بالحديث ما فرضت نفسها بالحديث يمكن فرضت حالة بالأغنية بس أنا بالحديث ما فرضت نفسها بعد هنا معقول تقول يمكن الأغنية ما قالة علاقة طب ما هي قالت أنه فقدت بية وعم بتغني غنية بعيدة عنك وعلى قليلة تقول بدي أهدها الأغنية لبي يلي فقدته يعني ما بعرف تخلق صلة ما تخلق الصلة بين الأغنية اللي عم بتغنيها والموضوع اللي عم بتدافع عنه بكل يعني بكل بساطة بتقول يمكن الأغنية ما أنا علاقة ولكن أنا حب غنية كيف حب غنية تغنية ما هي كاتب شعار التدخين يؤدي إلى الفراق بتقول إنه بيت وفه وعم بتغني بعيد عنك ما بدى هالقدة واحد يربطون ببعضهم يعني ما بدى الواحد يكون يعني ما يفكر فيها كتير وبالاخير يعني هيك كيف نهيت إنه شكرتنا وإن شاء الله تستجيبوا إنه فلت ما عليش لقيت كتير الإيفال ضعيف بغض النظر عندي حضور دينا وصوتها يلي بعشقهم بالبرايم بس طب إنه نحنا اليوم عشو بنا نقيم على البرايم على الإيفال على الشغل بالصف بالنسبة لقلي الإيفال اليوم منه منيح أنا حسيت اليوم الإيفال طبع دينا والغنية وكل شي كتير كانوا كلاسيك كتير عادة يعني كتير متداولين يعني وشايفينهم وحكين عنهم بالنسبة للمغنى أنا يعني هالفترة عم شوف صوتها لدينا كتير عم بيروح على النزال يعني منحس عم تغني من النخيرة كتير بفهم إنه هي هدا جمعة عملة جريب مرشحة لأن كل مرة عم بسألة عم تقولي نفس الجواب بس قد ما يكون الواحد هو وساخن بدو يعرف قد ما في استعمل طرق أو تقنيات معينة بتخلينا نحس إن هو مش مريض لأنه بكرة رح تضطر هي وبس تطلع من الأكاديمية وتصير معروفة إنه تعمل حفلات هي ومريضة بقى أكيد نحن رح ناخد بعين الاعتبار مرضة وسخونة طبعا بس لازم دينا تستفيد من هيدا شي تتعرف بالمستقبل كيف تستعمل طريقة معينة تخليها تغني مدومة تتعب مدومة تحسس المستمع إنه هي مريضة كمان عندي مشكل بشوي بمخرج الحروف طبعا ومشكلة إنه أوقات بتغني دينا كتير حلو أوقات تانية بتغني بطريقة أقل مستوى هيدا الشي الخطير يلي مش لازم يصير لأنه أنا بدي حافظ على مستوى الغناء الطبعي بكل الظروف وبكل الأوقات يكون تقريبا متشابهوا واحد